وأنت أكيد تشهد عن يسوع شعمل معاك عارف مش كل واحد بيكرز لكن كل واحد بيشهد عن يسوع المسيح الشهادة هي استمرار لملكوت المسيح والشهادة هي التي تدمر الشيطان وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فإذن شو عليك؟ علينا أن نتوب التوبة هي تغيير الفكر وهي عملية فصل رجوع إلى الإله ولكن عملية قطع فإنت اليوم عاوز التوب لازم تقطع العلاقات اللي بتوصلك للخطية يمكن علاقة خاطئة علاقة جنسية علاقة إباحية مستعبد للصور والشهوة للأسف 80% العالم العربي متدين 80% كمان نفس الأحصائية بتقول إنه بيشوف برامج خلاعية أو إباحية مستعبد للكحول للمسكر مستعبد للتدخين مستعبد للمخدرات مستعبد للشهوة مستعبد للزنا مستعبد للسحر لازم اليوم إذا أنت بتتعامل مع أسحار مع تعويذ مع شعوعزات مع حجبات كتبات احرقها اليوم وسلم حياتك ليسوع المسيح عملية قطع عملية فصل تام بالكامل وإتبع الرب يسوع المسيح مستعبد للغناء مستعبد للأفلام مستعبد لأشياء كتيرة مستعبد لكلام القبيح لكلام الثرثار والقرقار والمذمي والشكاية مستعبد بالحقد مستعبد بالكلام الرديء مستعبد لأشياء كتيرة تعالي اليوم قولي يا رب سامحني اغسلني بدمك الطاهر غسلني يا رب أنا أريد أن أبتدي بداية جديدة صلي قولي يا رب أنا بعترف اليوم بعترف بكل خطية وعاوز أعمل قطع كامل وبغض النظر إذا كانت التعويز من ذهب ولا من ألماز ما بهمنيش يمكن دوبها وغيرها أو ارميها المهم أنك تعمل قطع من الأفضل أنك تنال الملكوت من أنك تتمسك بهاي القشور العالمية اللي بتستعبدك وبتبعدك عن الرب مستعبد للظلمة مستعبد لأمور كثيرة اللي بتمنعك أنك تقترب إلى الرب يسوع المسيح مستعبد للبر الذاتي لكبرياءك لحياتك بتهتم بالاعتبار بتهتم شو الناس بتقول عنك شو بتفكر عنك مستعبد لأشياء كتير وبتخسر أبديتك اليوم أنا عاوزك تربح الأبدية عاوزك اليوم تدرك أنه الله يحبك الله لا يريد أي شخص أن يهلك الله يريد أن يعطيك الحياء الأبدية يريد أن ينعم عليك من خلال يسوع المسيح وعندما تقبل وتقبل إلى يسوع تتغير حياتك ربنا بيغفر خطيئك بيعطيك الخلاص الكامل بيعطيك ضمان الخلاص كما قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً وتدرك أنه اسمك مكتوب وأنك أنت مختار قبل تأسيس العالم بتشكر الرب أنه اسمك مكتوب في سفر حياة ومثل ما ذكرت في الحلقة إذا أنت اليوم فعلاً عاوزها تكون علامة أنه اسمك مكتوب في سفر حياة ابعث رسالة ولو كلمة أو كلمتين وعاوزين نصلي معاك ونتابع معاك من ناحية روحية بصلي أنه الرب يباركك ويبارك أسرتك ويبارك حياتك إلى اللقاء موسيقى